اشتركوا في القناة اللي استغلال الغاز والبترول يعني على امتدات حوالي 300 كيلو متر اذا نبدأ نشوف هنا الخط هذا يا اللي نطلق من مدينة توقورت هنا يعني هنا يا بمدينة توقورت وهنا نشوف الخط هذا انتع السكك الحديدية نشوفوه يعني القادم بالخط الاسود هذا هنا على مستوى مدينة توقورت نشوف المحطة السككية انتع مدينة توقورت هنا نشوف المحطة وهنا نشوف الخطوط انتع الترمينار اللي كان موجود انتع السكك الحديدية القادم وهناك فيه محطة لصيانة العتاد هذا الخط الجديد انتع السكك الحديدية اللي راح يكون فيه اتصال مع الخط القادم انتع السكك الحديدية وهنا نشوف الخط الجديد انتع السكك الحديدية اللي راح قيد الاشغال على مستوى مدينة توقورت وهنا نشوف استمرارية انتع الخط وهنا على حسب الصورة اللي عندنا هنا يظهر وانه يعني السكك الحديدية راحي موضوع اذا هذا هو الخط اللي راح خارج التجمعات السكنية يعني يمشي بالموازات مع مدينة توقورت هذا هو الخط ويمشي بالهدف الاتجاه الى المدينة الجديدة هنا رانا في المدينة الجديدة ده حاسم سعود اذا هو في حقيقة الخط هذا هو الخط هنا يظهر امام يعني بالقرب من المدينة الجديدة انتع حاسم سعود ثم يكمل باتجاه المدينة القديمة انتع حاسم سعود واخيرا يصل الى قاعدة صناعية حاسم سعود هنا لان هذا هو الخط لراقل الاشغال وسوف نشاهد فيديو عن هذه طبيعة الاشغال يعني عن نوعية على الاشغال وفي هذا المنطقة بالذات اذا ما بين توقورت وحاسم سعود وعندنا الخط القادم ليجي من قاسمطينا الى باتنا الى بسكرة الى توقورت اذا هذا هو الجزء اللي راح قيد الاشغال ونروح نشوف يعني الطولة دياله اللي هو ثلتمية وخمسطاشن كيلو متر اذا هذا هو طول منتع الخط منتع السكك الحديدية اللي راح قيد الاشغال بين توقورت وحاسم سعود القاعدة الفيترولية اذا نشوف الطول يعني ما بين كل محطة ومحطة يعني ما بين حاسم سعود المدينة القادمة والمحق القاعدة الصناعية عندنا 131 كيلو متر ما بين المدينة الجديدة تحاسم سعود والمدينة القادمة تحاسم سعود عندنا 77 كيلو متر ثم ما بين آآ توقورت والمدينة الجديدة تحاسم سعود عندنا 94 كيلو متر اذا المجمول هو مجمول التحالي للمسافات هو 315 كيلو متر اذا هذا هو المشروع وهذا هي الطول ديالو وهذا الطريق هذا يعني حسب التصريحات المسؤولين راح يمتد الى حدود الجنوبية الشرقية الوطن ترككم تتابعون الفيديو عن هذه الاشغال والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة